عايز بقى اشكر زميلي العزيز ايمن رجل الجرافيكس العبقري ايمن قرر ان هو بقى ايه يعني بقى يشاركنا بيد المساعدة في توضيح الصورة بتاعة محاور الطريق بتاع الساحل الشمالي الجديد بصوا حضراتكم على الشاشة بس انا سهل خالص بتحطوها لعي الشاشة الكبيرة كمان يا شاطع شاطع حبيبي هو اللي تفضل معايا بالموضوع ده اه ده هو وما انا عارف انكم عرضينها انا بس عايز اشوفها الشاشة الكبيرة عشان نعتب عن نظر انا عجزت برضو عطي بص اهو مش هنقوم بصوا يا جماعة شايف الطريق السطحي اللي هو تحت اهو حر ماشي 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 ولا بيدي متكل على الله كده متكل على الله عايز تروح لو الدلت طبعا انا مش قادر امايز الاتجاهات قوي بس اعتقد اعتقد اللي علي ميني انا البحر واللي على شمالي يبقى الصحراء مجرد اعتقد بس مش دي قصتنا قصتنا الرئيسية في ايه بصوا الطريق ماشي ازاي اهو طريق تحت الكبري ماشي توكل على الله وانا جاي لك على موضوع الحجر المحدود عشان تاني والنعمة الطريق ما تم الاعلان عن افتتاحه ورحمت ابويا ما حد قال ان الطريق يتفتح ماشي هيجي ولك اقول لما هوا اصلا عارف العالة تحب تصطاد ولما هوا ما تفتحش سايبين وليق حاضر احنا غلطانين نقفل للطريق خالص وقال اتزعل نفسك ما تسافرش خليك قاعد في البيت انبسط كده في البلكونة واقعد مع الحجة نجيب كوباية اللبقة شاي بلبن وسندوتش جب نارومي واقطع جنب قطيتين وقرنين فلفل خضر واقعد صيف في البلكونة احنا غلطانين ده اللي يعني مش عاجبه الطريق مفتوح مهم قدي الطريقة مولانا ماشي اهو زي الفل اخر حلاوة طب طلعنا على الكبرى مصر التجاهد بتاعت السهم ما ماشي ازاي قول لي فين الحتة اللي ممكن يحصل فيها تشابك ما بين عربيتين غير لو انت متعمد تمشي بالعكس قدي الاسهم ايه ماشي مع السهم يخش يمين يكمل هيخش في اقصى اليمين نزل في البطيقة واخد بالك البطيقة قد ايه حارتين رايح حارتين جاي يعني اربع حراط طيب عاوز تلف وتنزل على السريع العادي يبقى ما تاخدش اقصى اليمين كمل 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 واول فتحة يمينك اللي هي مش اقصى اليمين اللي بعدها تروح نزل على الطريق السريع العادي طيب انا عايز الف وارجع لورا فيش اي مشكلة عاوز ترجع لورا فين على السريع ولا البطيقة هتلف وتكمل تكمل 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 اقصى يمينك بقى تنزل بطيقة كملت الفتحة اللي بعدها نزلت على السريع ايه العقدة قول لانت ايه العقدة ايه الغريب في الطريق ايه اللي عامل ازمة في الطريق ولا حاجة ولا اي حاجة مفيش على الرأي عطيه مخرج من الرأي الانسان عدوه ما يجهل لا هو احنا اصبحنا اعداء انفوسنا عطيه والله على العظيم عارف اللي واقع احنا مش عاوزين نشوف حاجة حلوة هذا ما عهدنا عليه ابقنا واجدادنا انت واخد بالك الطريق كم حارة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة رئيسي خش على البطيق واحد اتنين رايح واحد اتنين جاي يبقى كل جهة كم حارة عاشرة يعني الطريق ده عشرين حارة ارجع بالزمن سنة الورى الصيف اللي فات كان الطريق ايه رايح حارتين جاي حارتين البطيق ساعات موجود وساعات مش موجود صح ولا انا غلطان هو مش فيه قرة كانت واكلة البطيق مش موجود اصلا تنزل في حتة بطيقة اهو بتلاقي نفسك ديد اند سد تضطر تطلع على السريع تاني ده مش بس كده ده البطيق ده كانت حالته ما يعلم بيها لربنا يعني لو انت مش ماشي فيه على اربعين وامفنجل اكسل عربية هيتكسر بسبب الحفر والمطبط طيب الطريق الرئيسي بتاع السنة اللي فاتت الحارطين كان ايه حفر بقى وانت رايح وانت جاي اه نص نقل معدية في النص تروح حب تقلق دخلق مطيرة لك وش العربية وحدفك بعيد بعد الشر عليك وعلى السامعين قادر يا كريمة حبيبي تريلة تيجي تاكل حد كم حادثة انا ليه صديق عزيز جدا 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 عليها كم معايا في الجامعة ومعايا في الشغلة الله يرحمه عمر راح على الطريق بتاع زمان الله يرحمك يا عمر الف رحمة ونور تنزل عليك عمر الشعر الله يرحمه يا رب الله يرحمه الله يرحمه ادي الطريقة هو سؤالي فين الازمة انا عايز اعرف ايه الصعوبة اللي في ده انا مش شافي انه في حاجة خالص خالص يعني طب اقول ايه والله العظيم انا قاعد بدور في مشكلة قاعد ببص على مشكلة وانا ده انا جزء مما يؤخذ علي ان انا بطلع على القطة الفطسة في الحاجة يعني دايما كذلك انت اصلك بتطلع على القطة الفطسة انت بتركز في التفاصيل اكتر مما يجب انا مش لقي في حاجة انا شايف طريق استحالة تتعمل عليه حادسة استحالة الاقي تريلة تاكل فيها عيل استحالة الاقي نص نقل تاخد فيها عربية استحالة عرفتوا ان احنا شعب زياط بامتياز زي ما الجماعة بتعون نرويج اسعد شعب في العالم احنا اكتر شعب زياط في العالم مفيش كده والله انا ما شفت حد بيعمل كده في بلده قد ما احنا بنعمل اشتركوا في القناة